وانت طيب حبيبي. طيب خلينا اخد معك مبارح. يلا. مباراة منتخبنا الوطني وفوز اتنين صفر. رأيك في الفوز ده. البعض قالك يعني منتخبنا اخد المباراة كده ايه على مهله. هو حقق المطلوب وخلاص. مفيش حاجة اسمها اخد رأيك انت كده. لا مفيش حاجة اسمها حقق المطلوب. اولا اداء امبارح ده يا خيابوش. هنتكلم كورة نتكلم كورة بقى. واسيبك بقى من الي ايه متابلاطية والناس الي ايه ايه. افضل. بتقعد تديك في الاول وبيتوريا عمل فرقة وعمل. لا. في ناس تلعب وفي ناس ما تلعبش من المحترفين. ام. اكد بالك في ناس هنا قعدة في في الدور احسن من المحترفين يعني انت مثلا عندك انا بكلمك بجد يعني. ام. انت بتعمل. ام. مين المحترفين نباراة مثلا افضلت. يعني انها احمد حجازي. وحش? جدا. انت شوفته ده مبارح مش عارب مش قادر رجله مش قادر يعمل جامب ده الراجل خده في دهره مبارح خد انزاريا بلا وانت بتلعب ناجيريا بقى حبيبي كان مازالة يا حبيبي الدور السعودي حاجة وهنا حاجة كابتن الفريق بتاعه ولعب اساسي ده السعودي القوة وانت عارفه انت بتتكلم على حاجات انت مفروض دلوقتي بتعمل تيم جديد عشان نعذرك عشان نقول ده هو الراجل دلوقتي بيثبت طب خلاص بقى هما تجيبه بقى ابو تريكا بقى وجيبه بركات ويجيبه الناس دي بقى وانت دلوقتي بتعمل احلال وتجديد ودي فرصتك اولا انت بتلعب فرقة وليلة جدا انهم ما يعرفش برضو كابتن الراجل ليه يعني ان شاء الله ما اتفرقش انت دلوقتي انت ايه اربع فرقة في المجموعة كل فرقة عندها تلات نار كسبة نارج خسرة نارج اتفرد عليها عمي فروق اتفرد عليها انا كمدير فني لأ ابقى الان في الاول اكسب الاول بقى انت بتقول انت وحيات ربنا لو اعتهم بالرديف هتكسبهم يا دي فرقة الكرة ده مش عارفة باصية فروق ده فرقة اسياتها مفيش اسيات ده انا احمد ربنا بقى اني ما اعملناش مثلا فرقة زي سلغال زي كودفوار زي نجيريا زي نجيريا اتغلبت من غينيا بساو عرفك ميه؟ على ارضها نجيريا ماشي يعني انا بقولك يعني يا حبيبي ماشي انا بقولك انت لما هتلاعب تيم قوي لا هيكشفك هيكشفك ويكشف اللعيبة دي يعني انا بصراحة ما انا بقولك التشكيل مبارح ملحظات بالنسبة للتشكيل اه طبعا انا كمعوزات انا يعني انت انت جاب محترفين ليه في مطس زي ده انت عارف انت لو ديت اللعيبة اللي هي هنا اكسم بله يبقى احسن من كده هو المحترف الوحيد اللي جي مبارح وكان شاكله قاس هو صلاح قل لي مين محترف تاني مصطفى محمد مرموش احسن مصطفى محمد عمل ايه؟ ده بيجري غلط وبينطع الكرة غلط وتوقتاته كلها غلط يعني ارجوك كابتن يعني برضو خلي ما اكده نجمينا انت نعمل ايش دعوة يعني ممكن ده تشكيل مبارح ممكن اقول لك اه بصفى محمد مثلا ما وصلوش الكورن ممكن ازاي ده بالدماغ 3 ا4 مرات هو اللي بتحرك غلط هو اللي بيروح له الكورة غلط ده في واحدة اصلا صلاح حطها له هو اللي تقدم بتقدم ليس جاد الراجل بحطها لك على البعيدة والراجل اصلا واقف على القريبة انت رايح ليه على الراجل لو انت قد مكانك وية جايلك هتحطها عمل كم مبارح جنب وحطها في ايد الجون وحطها بره الجون هو ده مش متميز بدماغه مصطفى اه طيب انبارح فيك اتنين حطهم بره بره تلت خشابات خالص واحدة حطها في ايد الجون واحدة اه واحدة في العرضة واحدة في العرضة يعني ينفع طب انت جات لك اربعة اهل لحاجات منها واحدة ترجم عشان نقول اه تستهل ان انت تيجي وقت ده ايو اعني انا ما جيبش مصطفى محمد يعني كافيتوريا ما جيبوش لا طبع ما جيبوش المطشط اللي في مصر ايه ايه مبرر الراجل ممكن ما جيبوش وهو بلعف نادي نانت بلعف دارف فرنسي احد الدوريات الكبيرة برده طب احنا عشان كل واحد زي مربوش مثلا ده لعب هنا وده لعب هنا نجيبو طب انت احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر نازل في الديها كهام الثمانين صح اكسم بالله لما سكرك طب من مربوش وكان اخطر من مربوش ده مربوش يا راجل واحد على واحد مش عارف يا عبدي من راجل واحد محترف طب احمد عبدالقادر المحل طب لو خد من بلاد الشوت التاني الراجل معرفش ايه رجيه من الشوت التاني انت من الشوت التاني كنت لعب ايه محمود حمادة اهو ده عنصر جديد اهو كده يا عمى عنصر جديد ما اعرفش باصي ده القرى بتعدي من تحت رجل اما لو باصة حطها في القاوت اما لو باصة حطها لك زي السم ايه مسته بقى عشان انت تلعبه هو على فكرة مختنع بيه جدا يا عمى ما ده الحب وكره بقى كل ماتشاة اللي لعبه المنتخب محمود حمادة المنجهور عشان تتعرف ان الراجل ما عندوش فكرة لا ما عندوش فكرة كتن ازاي وانت بتلعب مع منتخب زي بلجيكا وحياتك وغلوتك ما عندو فكرة يعني منتخب بلجيكا انت لعبت وده كان مصر يا عمى سيبك من الاوامتة دي بقى سيبك من الاوامتة دي خلي ده دوافع لعيبة بتلعب مع فرق راحة كسعالم والكلام ده فكله عايز يزبط واخي بقى طب انت برهب مش هو ده اللي لعب ماتش بلجيكا مين؟ كل اللعبة اللي لعبت برهب موجود اه صح؟ طيب ايه الانتاج ده لا لون ولا طعم ولا شكل اناك ستة نصف يا عمى ده انت تكسبها خمسة ستة وانت مغمت ده فرقة دي تكسبها خمسة ستة اول ما تنزمها لأوتوب بسم الله الرحمن الرحيم انت بص الفرق بقى بين الراجل ده وبين الراجل اللي هو ماسك المنتخب الأولمبي ان الشوت التاني وقومت عادل صفر صفر عمل تغييرات اضافت له مع المنتخب الأولمبي مكالي انت مفروض المتش انت عن بارح ده تلت تغييرات في الاول حلل خلي اللعبة اللي عندها حلول فردازة احمد عبدالقادر ومصطفى فتحي يعملوا حلول لمحمد صلاح كان بقى محمد صلاح يجاب له مبارح تاتة اربعة جوان ده هو عمل الكلام ده من بداية الشوت التاني طلع مرموش وطلع محمود حمادة ونزل مصطفى فتحي واحمد عبدالقادر بس انا مش عايزة اللي دول وحيات ربنا كنت كسبت وكسبت كمان يعني خمسة ستة وعملت اداء احسن وعملت كرة احسن وكنت تتطمن احسن انما راح يغيرلي في الدقيقة طب انت نزلت امام عشور اللي لسه متجوي نزلت جنان على ايه وواضح ان كان في اتفاق ان هو هينزل في وقت معي ايه بس يا عمان اعمل الفرح وعايا كان انه تموتش ينزل في وقت معي انا ازاي اغير يعني مسلا حمد فتحي ده ازاي يقعد للاتنين اللي كانوا يلعبهم بارح عمود حمادة واللي اسمه طريق حامل هتقول لي طريق حامل اقسم بالله اهو انت شفت مبارح لما الراجل عداه مسك هي الكرة مسك دي ايه لانه راجل جعلك تاني هنا من انتخاب مصر بقى حاجة تحزن سافر وسامك وراح وربنا حاجة تحزن والله حاجة تحزن ما الواحد برضو بيتجنن يعني ايه الميزة اللي انت بقى انبارح حتى الكرة اللي بيغيرها من يمين لفشان طلعت هاوي هو ملابس غير كرة واحدة ان انت تكامل ايه دي ما قطعش غير كرة واحدة او عمل فاول واحد بس نجح في استخلاصها نجح في باصها مع فرقة زاديه ده يبقى معلم ده لازم يبقى مع فرقة زاديه يبقى معلم واستاذ ورئيسك اسمك كمان من فرقة ممتعرفش تباصل وممتعرفش توقف وممتعرفش تتحرك ده هو كان يبقى مبارح للوسطة ويديك ختم كده ان انت متقدرش تتكلم عليه انما ده الراجل عده مسكه وخد انظار واحدة تانية بيغيرها طلعت قاود وبعد كده كله لعبه عجم عجم يبني خلاص الكرة دي تلقى انت بتكلم محمود حمادة كمان معا انت مش وعمحمود حمادة كمان انت كده ما كانش عندك نص ملعة بيعي انبارح ما كانش عندك نص ملعة طبعا وبعدين حاطت زيزو متويه في وسط الاتنين دول وبعدين زيزو بيرجع كتير عشان ان هو يدفع معاهم طبعا دفع قدام فرقة زاديه ده انا بقول لك اديهم بسم الله الرحمن الرحمن خمسة او منزل كده تك جون تك جون وبعد كده عمل تغييرات بسرعة لما لقيت مرموش عطلان ولقيت ان محمود حمادة عطلان ولقيت ان مصطفى محمد عطلان لازم اعمل التغييرات دي افوق الفرقة